اشتركوا في القناة ببلدين عربية وأوروبية عديدة البومة الأول صدر بالعام 2008 تحت عنوان في شوق ليال أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحر وينعاد عليك بونسوار لقليك تنعاد عليكم جميعا لكل اللي عم بشاهدونا بكافة العالم شكرا لقليك ليال رح نبتدي من فيديو كليب في ولاد أول شي يعني توقعت نجاح نجاح الأغنية يعني برأيي شو كان سر نجاح الأغنية لأنها مواجهة للولاد لأنه دايما كل شي طفولة فيه براءة وفيه عفوية فهيدا النوع من النوع الاجتماعي هيدا بيترك أثري كتير كبير عند الناس فخصوصا إذا حكيت عن الطفولة يعني فتوقعت أكيد توقعت لأنه الأغنية بتلامس الأم البي الأسرة بشكل عام نحن عم نشوف مقاطع من الفيديو كليب كان في صعوبة بتصوير الفيديو كليب لأنه ما دايما الواحد بيقدر يتحكم مع الولاد بديك تقولي يعني فيه ناحية سلبية وناحية إيجابية بالموضوع لأنه التعامل مع الأطفال صعب خصوصا أنك تعلمون كيف يمثلوا قدام الكاميرا أو يتحملوا لأنه لوقت التصوير الكليب بياخد كتير وقت من التصوير فكتير عانينا معهم وعملنا بابي ساتر كمان كلنا سوا إخراج من الفيديو جان ريشة ودخلت بتفاصيل طبعا كل شيء مثل شو بقية تفاصيل بتتدخلي مثلا أنه بالمونتاج دخلنا بالفكرة كنت فكرتها مسرحية أنه مسرحية بتضحك وبتبكي كمان وفيها أنه روح من الشي الإنساني أنه كيف الطفل بروح على الشارع لحتى لي مسح السيارات أو لحتى لي مثلا يسرق خبزة فيه أشياء طريفة فيها يعني طبو بتعاون مع مين أنتجته الفيديو كليب أنا لو أحبتك إنتاجك هو لحالي إنتاج خاص يعني رح نحكي كمان أنه أنت اللي بتنجئ جمالا أغانيكي إخراج مين جان ريشة جان ريشة وفينا نسمع مقطع نحن وعا نشوف نسمع منك مقطع من يا نحن وعا نشوف نحن وعا Work في أحلى من الدنيا ولاد لعبو شيطاني دحكة طفل بتسوى بلاد لزلولداني في أحلى من الدنيا ولاد لعبوا شيطاني دحكة طفل بتسوى بلاد لزي الولداني هني بكرة واللي بعده والربيع ودحكة ورده غمرة من إيديهن عندي بتساوي الدني هني بكرة واللي بعده والربيع ودحكة ورده غمرة من إيديهن عندي بتساوي الدني بتساوي الدني في أحلى من الدنيا ولاد حلو ليال ليال عم تحضر لإطلاق ألبوم جديد انت عندك ألبوم في شوء في شوء مثل ما قلت بالمقدمة اليوم الألبوم جديد شو في لهجات؟ فينك هخاصة في الخليجي كم أغنية؟ شي جديد؟ كم أغنية بتضمن الألبوم؟ بتضمن 16 أغنية منهم السنجل اللي نزلوا قبل المجموعين بهيدا الألبوم هيدا كيف جمعتين؟ السنجل اللي نزلوا قبل أنه بسنة الألفين وعشرة لحد هلا إضافة للأغنية الجديدة اللي بعد ما حدا سمعون واللون الخليجي كمي ركزت عليه بالألبوم الجديد اللي بعد ما لقيت له عنوان لأنه كل غنية بتترك أثر فيني كتير كبير وكل غنية بتمثل لوحة معينة أو حالة معينة فعم بحتار شو بدي أختار؟ بعد ما نقيت اسم الألبوم طب كيف جمالا ليل أنت كيف تختارع غنية؟ دايما بلحق الكلمة اللي بتأثر فيني اللي فيها إحساس اللي فيها شي من المعاناة اليومية للناس بلحق اللحن كمان اللي فيه إحساس والإنسجام بين الكلمة واللحن والأداء الحلو فبيوصل الغنية طب شو فينا نسمى؟ فينا نسمى شي من الشرحة معينة؟ شد الجاروف يا حسين شد الجاروف يا حسين عدث مطحون الترويئة خبز وزيتون والغدا عدث مطحون والعشق فل بكمون وأنجأ إن التوفا أنجأ 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 شد الجاروف لايال الكلمات يعني بتحب الكلمات البسيطة هيك سهل الممتنع كيف يعني سهل الممتنع أنه حلو إضافة أنه ما بيستأذن لحتى يفوت أنه بفوت بسرعة يعني بدون استئزان يعني ليال اليوم عم نشوف أغاني ضاربة بالسوق مثل دلعته مثل غيره من الأغاني بتحسي هول الكلمات الكلمات يعني عمين جو بتوصل أكتر للناس قريبة من الستايل اللبنان العامي يعني لهجة العامية بس أنه بتعمل جولة لفترة معينة من الزمن بعدين بتنتهي يعني طب ليال بالنسبة للإنتاج أنت عم تنجي مثل ما قلنا أغانيك إلى حالك قدي هيدا الموضوع صعب و قدي مكلف بالنسبة لإلك يعني منعرف إنتاج أغنية قدي بيكلف لكن صعب لدرجة أنه أنه قد ما استرسي أنا عم بهرشا على اليوم سلمة قلبي فعنجد صعب كتير أنه الفناني الدلالة واحدة ما في إيد ساعدة ماديا خصوصا لأنه عنجد اللي أنا عم بشتغله بالفان عم حطه بالفان يعني مثل ما بقوله اللي بتطلعهم الشقرة بتحطهم كحلة وحضره هذه هي طب والشركة اللي فيه حدا بدي يوزع لك أكيد الشركة اللي عم تنظم بالتوزيع أكيد فيه شركة موزعة بعد ما اتفقنا على أي شركة بس الحمد الله هاي السنة ملاقي كتير اكبال على الألبوم الجديد وفيه يعني فيه عروض من 4 شرك للتوزيع طب شو شروتك إذا عرض إليك من شركة أنت شو شروتك عادة شروتي إنه تشتغلي لذاتي أنا لذاتي الفنان أنه ما تشتغل لذاتها بغض النظر عن الامور المادية انه تنتج لي والحفلات الحمد لله انا بدبر لا يال بنا نسمع منك بعد اغنية من اختيارك شرح بعد شيء لحظة بجنون بجنون ولا مشغول بالي عليك ما بعرف عمية المؤمنة قالوا لي بجنون طيب بجنون اوكي بجنون هيدة بهديها لكل اتنين بحبوا بعضهم يعني وخصوصا لهيد المنيسب الحلوه اللي بتجمع الاحبه مع بعض بالعيد السعيد بقللون شعور غريب بحسه كل ما بشوفك حدي ضلك قريب بقلبي غيرك ما بدي ما بتعرف كيف عم بشتقلك ما بتعرف كيف عم بندهلك راح قلك كيف بجنون قلبي بيشتقلك قلبي بينبط بث يحبك بجنون عيني بتندهلك عيني بتقشع بث تشوفك بجنون هلو طب ليال ليال عم بتتابع اليوم يعني بتتابع كل كل الأعمال الفنانين كل الأعمال الفنانين وكل الأعمال الفنانات صح أكيد مين بيلفتلك نظريك من من جيل الشباب إذا بنا نحكي اليوم بحب نجوة كرام أغنية كتير رساطة وليمعة بحبهم كلهم حلوين يعني طب إذا عرض هيك عليك إذا فكرت بديو شي مرة فكرت إنه جاء بالك يكون عندك ديو مع إذا فكرت بأغنية فيها يعني فيها كلاسيكية فكر بواق الكفوري مثلا إذا فكرت بهايك أغنية شعبية بختار مثلا ربيع الأسمر أو بختار مثلا فيرس كرام طب اليوم كيف بتشوفي واقع الأغنية اللبنانية زي منا نحكي تحديدا؟ بمحبة الناس لا لا بإقبال العالم لشراء الغنية والطلب عليها أو الفيورز اللي بكونوا على الفيسبوك على اليوتيوب مثلا مثلا أنا بس نزل شي عامل معين على تيفي معين فوت على الفيور شوف قدي نسبة الإقبال عليها طب ليال أنت لوين يعني لوين حب شو طموحك لوين حبة توصلك؟ نحن نجومية والشهرة طموحي ما قلو حدود دايما بحب أرضي زيتي قبل ما أرضي للناس لما ترضي حالك وتكوني واسقة من نفسك أكيد كل الناس رح توصق فيك وتحبك ليال في أغنية اسمها بيبي من أغنيتك المصورة كيف نقيت ليلي بيبي بالأول؟ بيبي كانت فكرة نبيل أبي جيبر صاحب إزاعة سترايك والأف أم تيفي عرض علي الفكرة قالت له ليلة بغنية قال لي أنت لأنه بتلبقلك لأنك غنوجة قالت له ما يكون اختيارك خطأ فقال لي لأ اختياري صاح ونجحة الغنية وعنجد وعملت شغلي كتير حالو وبعدني لحد هلأ ما عم بوف ضيانة عندي وقت للشغيل عم نشوف هلأ ورانا أي أغنية لازم تعرف لازم تعرف فكرة الفيديو كليب بدأ أسألك عنا خبرينا شوي عن الفيديو كليب كيف اشتغلت لازم تعرف أغنية هيك شائية نوعا ما لأنه بتحمل اللهجة المصرية خطرت أنا والمخرج رندا لأخطفي مثلا أنه شاب عم بوريني الويلات فبدأ أقول له أنا لازم تعرف أنا مين ما بنروحش شمال ويني فالشيطة يخليك على فيه بدنا نسمع بعد شو رح تسمعينا مصري بدي يلا نسمع مقطع صغير في سوق حيران بتنام ولا ثهران بتفتكرني ولا ما بقتش خلاص على البال على البال يا حبيبي أجي لك ولا تيجي ولا شو ولا قلبنا حيران على نار الثهران بتفتكرني ولا في شو حيران بتنام ولا ثهران بتفتكرني ولا ما بقتش خلاص على البال ليال شو مشاريعك الجديدة؟ مشاريع الجديدة أغني خالجية إضافة للألبوم رح ينزل بأذار وكمانا أغني كلاسيكية للفالونتاين ومشاريع كتير نحنا نتمنى لك توفيق ليال شكرا لمشاركتك معنا باليوم على الحرة وأهلا وسهلا فيك تانكيو لقالك ولكل مشاهدين هيدا القناة الحلوة من كل قلبي كل سنة وأنتو بقى الفخير ليال عبود شكرا لقالك ليال ننتقل